يقول نريد أمثلة للقرض الحسن القرض الحسن أنك تعطي واحد محتاج مبلغا من المال أو من الطعام أو من الشيء اللي يحتاجه ينتفع به ويدفع به حاجة ثم يرد عليك بدله نعم هذا هو القرض هو القرض الحسن أما القرض الذي فيه فائدة ربوية هذا ما هو حسن هذا رباء وقد قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو رباء إذا شرط المقرض على المقترض أنه يرد عليه بزيادة فهذا حرام بإجماع المسلمين وهو ربا صريح نعم